حديث جديد لتطبيق الحماية مع الجيم تيربو الجديد الجيم تيربو الجديد هايو أعطانا من سفر إلى مية وعشرين إطار في الثانية عنا الجهاز هذا بيدعم مية وعشرين وبدعم ستين والإعدادات كلها موجودة وعملية تسجيل الأصوات وتغيير الأصوات أيضا موجودة وكافة التفاصيل وتفاصيل جديدة في هذا التحديث كونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد وخلينا نيجي إلى التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين وبخصوص التحديث الجديد اللي وصل للجيم تيربو اللي هو التحديث هذا الشهر وهو شهر تسعة هذا التحديث وصل إليه تحديث الجيم تيربو الجديد مع الدعم الجديد موجود عنا دعم بيدعم لك من سفر إلى مية وعشرين وحسب اللعبة وعنا الإعدادات كاملة مع الشريط اللي هو محسن أو شريط التطبيقات اللي بنقدر منه نفتح أي تطبيق كنافذة منبثقة وبتم فتح النافذة بالصورة هذه ممكن تعمل عملية تصغير للنافذة المنبثقة وتفتح الجيم تيربو من اليمين وتفتح الجيم تيربو أيضا من اليسار لاحظنا عنا دي أن دي وضع عدم الإزعاج واللي هو السكرين شوت شغال كله وعنا الريكورد تسجيل هيوب تنقله وين ما بدك وعنا أيضا اللي هو السيتينج الإعدادات ممكن الآن من هذا المكان تدخل ععدادات الجيم تيربو وإعدادات الجيم تيربو زي ما أنتم شايفين اللي هو الإعدادات العامة مفاعلة بتكون لنا زي ما أنتم شايف في الأمام كله مفاعل وعنا اللي هو التحسين بنعمل عملية تحسين للمكان هذا والنيجي هنا بنكونوا مفاعلين الواي فاي والتحسين اللي هو الكنترول ممنوع ينزل وعندك انهانسنج أوديو هادي اوبتومايزيك تطش كونترول اللي هو التحسين عملية التطش ووضع الدي أن دي خلن ننجل هادي بنكونوا مفاعلين هدولا الأربعة لازم تكونوا مفاعلين الأفضل لعملية الألعاب لأنه هدول أربع خنات لعملية اللي هو مركز التحكم ما ينزلش علشان ما يعملش عملية إعاقة والإضاءة ما تنخفضش والأمور اللي هو السكرين شوت دونت أوبن نوفوتاكيشن شيد يعني ما تفتحش اللي هو شريط الإشعارات وإعدادات إطافية طبعا ها تقدر تحولها باللغة العربية وتعمل إعدادات جدا جدا عادي ما فيش مشكلة بتعمل إعدادات بتظلها السابقة حتى لو حولتها إنجليزية وإحنا بنعرف أنه تحويل الجهاز اللغة الإنجليزية حتى جميع أو حتى أنه يفتح معنا ويطلع بالشكل هذا لازم يكون حولنا لغة الجهاز إلى اللغة الإنجليزية في عندنا هنا بعد الستنج في عندنا اللي هو الدي هادي هادي اش بتعمل هيك؟ اللي هو شايف أنت تطلع الألوان بنعمل عملية تغيير للألوان ستاندرد مفاتح غامجة زي ما أنت شايف بتلعب في الألوان في عندنا هنا تيرن أوف يعني أنا ممكن أسكر الشاشة الآن بتسكر الشاشة وبيضل اللعبة شغالة ما في مشكلة ها أوكي ها سكرنا الشاشة واللعبة هاي الصوت شغال بقدر أدخل على اللعبة تاني واللعبة شغالة ما في أي مشكلة هادي ميزة حلوة كتير كتير بتوفر بطارية بتخلي جهاز لو يسخن الجهاز اعمل هادي الحركة عندما يسخن جهازك أو تحس جهازك سخن مباشرة أنا بنصحك اعمل الحركة هادي إذا انت بتستغنى على الموضو حد اعمل هادي الحركة لما يسخن جهازك وانت بتلعب ببجي اللي هو تيرن أوف سكرين تسكير الشاشة في عندنا هناك كاست ممكن أنا أعمل عملية بث على الشاشة اللي هو الشاشة خارجية وتخش على الإعدادات وتعمل الإعدادات وهنا ممكن نعمل السويتش بين الشليحة الأولى وال Kons concerned الخط الأول والخط الثاني وسنتتحول بين الخط أول للاخari وبإتقطار توقف الوايفي هي submerged هادي إضافة الجديدة ولا هو أنا أقدر ألعب في إضاءه خط الإضاءة هي موجود شايفين بتحكم فيه خط الإضاءة بظلو موجود زي هيك بدك تشيلو بنشيلو وهنا الطائمر هنا الطايمنجر الفويس شينجر هي موجود هاي اتنين اربعة ستة كله اعداداته كاملة بالنسبة للجيم تيربو بالنسبة للفولس شينجر ممكن تلاقيه موجود وممكن تلاقيه مش موجود على حسب نوع الجهاز بالنسبة للدعم الجهاز الموجود معنا البوكو اف ثلاثة الدعم زي ما هو سموت و اكستريم في الداخل فيعني افضل اشي الواحد اللي عم في هذا الحركة يعني بدعم لك هو اللي عند الترا الترا اتش دي بالنسبة للبوكو اف ثلاثة ان شاء الله عقبال ما يدعم التسعين ندخل على المسرع الالعاب تاني بالنسبة لللاق عشان انت تتجنب اللاق وتتجنب مشاكل التلاق والتقطيع بتكون مفاعل هادي بتدخل عدم الازعاج في عنا حاجة اسمها تقييد الازرار وإماءات من الشاشة هتعملها تفعيل وزي ما حكيناك هذه الاربعة شغلة هتكونش فعالة ونرجع تاني في عنا هنا وضع الاداء وضع الاداء مفاعل هدولة محسن الصوت تحسين الصوت وتقليل الضوضاء في المكالمات تحسين التحكم باللمس زيادة استجابة اللمس تحسين الواي فاي تقليل تأخر شبكة الواي فاي هدولة تكون انت انفعلهن وعننا استثناءات الذاكرة اذا انا مثلا بدي العب ببجي بروح بفعل الببجي بدي العب اي لعبة بروح بفعلها هاينا مثلا هنا خلينا اختار لعبتنا ممكن نعمل عملية تبحث مثلا لها هاي ببجي وهي اخترناها وهي عملية تفعيل لها والان تم تفعيلها في اللي هو الواضح هذا استثناءات الذاكرة هيك انت بتحافظ على انه الاداء يكون كويس الاداء يكون افضل واللاك يخف كتير معك في هذه اللحظة لما يكون طبعا معالجك كويس وجهازك محترم ويكون فيش مشاكل هتحصل على فريقك حلو وهي يعجبك الشريط الجانب هذا ممكن تخلي بدك يظهر بكاش يظهر هذا بيرجع لك طلع ايش بدي اعمل هنا في التحديث الجديد هذا في خيار عندك هنبتيج على الاعدادات بعد الاعدادات في عندنا حاجة اسمها الميزات الخاصة الشريط جانبي شايف الشريط الجانبي انا هاي طلع هنا طلع هنا طلع طلع هاي راح صح هاي اجه هذا الشريط الجانبي هاي بقول لك هنا اضغط مطولا على المؤشر لتحريكه اثناء حمل الجهاز عموديا هاي انا حمله عموديا ها طلع هذا الشريط انا بحركه وما بدي هذا في التحديث الجديد هذا واللي قبله تمام بعد هيك بعد ما انت تعمل عملية اللي هو تفعيله وتخصيصه في المكان البدكية في عندنا هانا الالعاب التخصيص بخصص في اي لعبة انا مثلا قبل شوية انت شفتوه في بابجي وبقدر اخصصه في اللعبة اللي بدي اياها بطلع منها بخصصه في تطبيقات الفيديو كمان يطلع في اليوتيوب وبالتطبيقات الاخرى وحاجة يعني يعني محترم ليش لانه انا اقدر افتح اي تطبيق وانا موجود في نفس المكان وهذه من ميزات تحديث 13 مع اندرويد 12 هذه يعني افضل اشي في هذا التحديث الطريقي هذه اللي عملوها بالنسبة للشريط الجانبي اللي كان اسمه صندوق ادوات الفيديو لاحق اياه سابقا ركز معايها الان بدي اكتركز عشان اللي بدي نزله يقول والله ينزل عندي يعني ما يش يقول والله ما نزل ايش عندي عشان ينزل عندك صح نشوف اول اشي الرقم التحديث الجديد معلومات التطبيق تحديث جديد شهر 9 1 9 اليوم 1 9 وهذا التحديث نزل في 1 9 كيف نسبته هاي يوم ثبت عندي على الجهاز الان وانا مثبت عندي على الجهاز بدي اجيب جهاز تاني وارجيك ايش يصير معاي وهي عندي التحديث الجديد الان بدي اجي انا ده هاي نزلته هيكون الرابط وين في قناة التليجرام هيحولك من صندوق الوصف على قناة التليجرام هتنزله زي هيك بقولك هانا برسك تعمل اعدادات عشان اول مرة اسبت من هذا المكان بتعمل زي هيك وتستنى العدد وبتحط موافق كيف الرنة هذي شاف كيف لما يرن الجهاز ساما processing بقوله موافق تحديث ايش حك ايش كتاب طلع اش كتاب لم يتم تثبيت التطبيق لان الحزمة تبدو غير صالحة بتكتبوله في التعليقات لم يتم تثبيت التطبيق لان الحزمة تبدو غير صالحة بتروح يا ابو صالح بتعمل الاتي منقوله تم ومنروح على الاخ المناضل منضغط عليه ضغط طويلة ومنقوله معلومات التطبيق ومنقوله الغاء تثبيت التحديثات بقوله حسنا الان هيك نرجع التاني لمدير الملفات ومن يجي هننسبته من جديد وهي تحديث نشوفه يتسبت ولا ما يتسبت هذه طريقة التحديث والتسبيت الصحيحة وهي فتح وهتلاحظ عندنا اللي هو هاي تم التسبيت وهي البطارية وعندنا البطارية أصبحت 36 أنا شايف أنه تكون بالمرحلة هذه بدل عادية تكون بالدرجة الماوية أفضل وأنا بقول له شاومي خلوها هيك أفضل أنا هيك شايف لأن الواحد بتطمن أكتر بالنسبة للشريط الجانبي الشريط الجانبي هذا التحديث طبعا الجديد هاي نزل الآن هاي الرقم اللي هو شهر تسعة منيجي الآن للشريط الجانبي منيجي على الاعدادات وبعد الاعدادات في عنا الميزات الخاصة وبعد الميزات الخاصة الشريط الجانبي ومنفعل الشريط الجانبي وهيه بقول لك اضغط ضغط مطولة وتم تفعيله ولوزين اللوز يمعلم وبهيك التحديث نزل عندك بدك تعمل إلغاء تسبيب بعدين طبعا عربي كله عربي هذي النسخة العالمية لنسخة صينية ولا غيره كل أمورك موجودة ولوزين اللوز وكونوا معنا دائما ولو بدك تلغي إلغاء تثبيت التحديثات بتضغط ضغط طويلة وبتيجع معلومات التطبيق وبتلغي إلغاء تثبيت التحديثات وأمورك لوزين اللوز يمعلم وكونوا معنا دائما لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة يا حبيب علشان يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام اشتركوا في القناة